السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله رح نتكلم على قاعدة الأه والآن وليش نستعملون وكيف نستعملون طيب نحن قاعدة الأه والآن مع شو نستعملون خلينا نشوف أولاً يعني نستعمل الأه والآن مع الأسماء المفردة مثال نقول يعني أنت بتحكي على كاميرا تمام مفرد لما بدك تحكي على شغلة مفرد يعني ما دمقول فها هي بتستعمل الأه والآن طيب خلينا نشوف الاستعمال الثاني with jobs لأنه الوظائف يعني عندنا مثلا a doctor and actor يعني دكتور وممثل طيب نحن عرفنا أنه منستعمل مع المفرد مع الأسماء المفردة أو مع الوظائف بس ليش عندي أه وآن إيمت بس تعمل أه وإيمت بس تعمل آن هذا اللي رحنا رح نعرفه إن شاء الله أوكي خلينا نشوف طيب خلينا نبدأ مع بعض مبدئياً نتكلم على الانجليش لترس كم حرف الإنجليزية؟ نعم 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 طبعا مقصومات المجموعتين نعم 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 مقصومات المجموعة وحروف ساكنة تمام طيب نعم 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 طيب ما هي الحروف الصوتية؟ هنه الحروف اللي هنه الصوتية شو هنه؟ ممممم نعم قد A E I O U هذول الحروف المتحركة والساكنة الكونصنانت الباقي كله B D C F G H X Y Z كلن هذول ما عادة الخمس حروف هذول طيب نحنا الكلمة اللي إمتى نستعملها عنه أن نستعمال اله والآن طيب مع الحروف المتحركة تمام شو بناخد نحن ناخد an بعيد والساكنة الكونسوننت ناخد ال a طيب نقلنا انه بنستعمل ال a وال an jobs مع ال jobs والسنغلور نامز طيب خلينا نشوف examples مرة تاني هون نحن قلنا نحن نضع example طيب لما نجي هون على example مثلا engineer اللي هو مهندس very good طيب هون بدأ بدأ بحرف يعني متحرك اللي هو e واحد من الحروف الموجودة هون معناها على طور شررا نحط نحط an وهون بدأ بواحد من حروف متحركة U تمام فنحط An umbrella فعنا هون An engineer يعني مهندس هيك لازم تنقل معها الآن أوكي يعني ما بتكون عبتحكي على واحد فقط أمبريلا يعني شمسية بنحط لها An لأنه بدأت بالU والU واحد من الأحروف متحركة طيب تمام خلينا نشوف هنا manager كمان manager اللي هو مدير تمام بدأ بحرف ساكن واحد من الحروف الساكنة اللي هي من البيل عند Z فرح نحط له أكيد a manager والdesk اللي هو الطاولة تبيت القراءة اللي بيدرسوا عليها تمام اها a desk أوكي طيب نحن قلنا لما بتبدأ الكلمة بحرف ساكن بنحط لها A لما بتبدأ بحرف متحرك بنحط لها An أوكي طبعا هذا الكلام اللي نحن دائما بندرسه لكن مو هذا يعني مو ها هي القاعدة الحقيقية تمام طيب شو هي القاعدة الحقيقية للأهو الآن خلينا نشوف هون a before a consonant sound وهون an before a vowel sound يعني هون ما عم نحكي على letters إن إذا كان في بداية الكلمة حرف ساكن أو حرف متحرك بنحط a أو an طيب شلون هيك الموضوع صار معاقد لا ما معاقد تمام خلينا نشوف أمثلة عليه ورح نفهم الموضوع مضبوط تمام طيب إذا على حسب القاعدة أنا اللي اللي شفتها قبل هاي كلها اللي شرحناها تبع ال consonant letters و vowel letters معناها ال hour شو هنحط له لأنها تبدأ ب H وال H هو واحد من الحروف الساكنة تمام فرح تصير a hour وهون university تبدأ بحرف متحرك فالمفهوض شو تصير an university طيب وهون mp3 player شو بدأت بحرف second معناها شو رح نحط له a طيب إذا هاي على حسب القاعدة هيك بتصير نحن دائما يعني في المدارس كان نقولونا أن هدول شواذ على القاعدة طيب مو مضبوط أستاذ شواذ لا هني مو شواذ لا نحن ما منتبع قاعدة الحروف منتبع قاعدة الأصوات sound here sound vowel sound consonant sound يعني هون أول حرف أنه أوكي consonant يعني ساكن لكن أنا لما بدأ يجي أقرأ الكلمة شو دي أقرأ دي أقول hour hour آه معناها أنا هون بقول أ يعني بدأ بصوت ساء صوت متحرك أ أ معناها شو بدأ حط له هون before vowel sound نحط الآن معناها هاي بنشيل ونجيب الآن معناها صار an hour آه ألا بلشنا نفهم تمام طيب هون university university هاي شو بدايته بدايته اليو معناها الآن مزبوطة طيب أنا لما عبقول يه يه اليه هو صوت ساكن الأصوات المتحركة هي اللي هيك فيها مد بدون ما هو واحد يكون في يعني يسكر مخرج الهوى من تمو فاليا ما هي صوت متحرك هو صوت ساكن معناها أنا على حسب الصوت الساكن شو ما فوت أحط ما فوت أحط الأ تمام فهون شو لناها أولنا a university a university أوكي طيب mp3 m m طيب هاي شو لون الام هون الام هون هي اختصار فتعتبر ككلمة لكن أول صوت من كلمة ام شو هو ا ا ا معناها من الصوات المتحركة معناها لازم شو نحط هون نشيل الام ونحط ونحط mp3 player an يعني حتى لما أنت بتقول hour لأ إذا حطينا الام تقول hour تطلع صعب أو هون an university تمام هون a university سهلة تمام طيب يقول a mp3 كمام تطلع a ورا بعض لأ فانكسرت بال n تمام فإذا إجا حد أقول لك علمك القاعدة تبعية الحروف وقال لك هدول الثلاث عنا شواذ تمام بقال لك هدول irregular فأنت شو تقول له لا ما في شي اسم irregular في اسم قاعدة الصوتيات الصوت يعني تسمع الكلمة وبعدين بتحط على أساس a أو an ما لك علاقة بالحروف المكتوبة تمام نسمع hour بداية a نسمع university معناها هون ي بداية constant بنحط ال mp3 بداية e فنحط ال an أوكي يعني هذا كل شي تعريبا على قاعدة ال a وال an ومثل ما قلنا أهم شي نعرف قاعدة الصوت a before a consonant sound and before a vowel sound أوكي هذا كل شي اليوم في الدرس هذا إن شاء الله أتمنى لكل يكون استفاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته